السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وآله وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي ونحن الليلة بتوفيق الله على موعد مع اللقاء التاسع والستين من لقاءات التوحيد والعقيدة وتجديد الإيمان ولازلنا نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة ومع أحكام صلاة العيد وكنت قد توقفت في اللقاء الماضي عند هذا السؤال ما حكم من فاتته صلاة العيد مع الجماعة والجواب اختلف فيه أهل العلم على قولي الأول قالوا لا تقضى صلاة العيد لمن فاتته مع الجماعة هذا مذب الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام لتيمية وقالوا لأن صلاة العيد شرعت على وجه الاجتماع في جماعة فلا تقضى إذا فاتت صلاة العيد كصلاة الجماعة هذا هو القول الأول القول الثاني قالوا بل تقضى صلاة العيد لمن فاتته مع الجماعة وهذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور مذهب الملكية ومذهب الشافعية على الصحيح ومذهب الحنبلة وقال بهذا القول كثير من السلف استدلوا بما روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فقالوا إنها قضاء صلاة فكانت على صفتها كسائر الصلوات الصلاة إذا فاتت تقضى قالوا وصلاة العيد كسائر الصلوات إذا فاتت تقضى طيب ما حكم صلاة العيد إذ لم تؤد جماعة في وقتها يشرع قضاء صلاة العيد في اليوم الثاني إذا لم يعلم بثبوت رؤية الهلال إلا بعد الزوال خلاص فات الوقت هذا مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة وبه قال أكثر أهل العلم واستدلوا بمراه أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم وقالوا بأن إلى المصلاة في الخلاء هذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية بل وحكي إجماع المسلمين على ذلك واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها وقد بيّنت قبل ذلك معنى العنزة وقلت هي عصى مثل الرمح ولكنها أصغر منه كان صلى الله عليه وسلم يثبتها بين ديه كسترة لأنه يصلي في الخلاء وفي الصحيحين من حديثي أبي سعير الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ويطرك مسجده النبوي المبارك هذا فعل عليه الصلاة والسلام وهذا فعل الخلفاء الرشيدين بعده كانوا صلون في الخلاء ولولا أن الصلاة في الخلاء أمر مقصود ما كلفوا أنفسهم ولا شق على الناس وأحرجوهم بالخروج خارج المسجد للصلاة في الخلاء أو في الصحراء بل لقد ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله بأنه إجماع الناس يخرجون إلى المصلى أي في الخلاء ما عشر في مسجده عليه الصلاة والسلام وعظم أجر الصلاة فيه فمن المعلوم أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام ولا شك ولا ريب أن العمل على هذا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا إلا من عذر إلا من عذر كمطر أو برض شديد أو ثلج لا يستطيع الناس أن يخرجوا فيه إلى الخلاء فحينئذ لا حرج عليهم أن يصلوا في المسجد الجامع للحديث الذي روه أبو داود وابن ماجة بسند صححه الحاكم في مستدركه وأقر الحاكم الذهبي ومن باب الأمانة العلمية فإن هناك من أهل علم من ضعف إسناده أنهم كانوا إذا أصابهم كما يقول أبو ريرة إذا أصابهم أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والخروج إلى الخلاء في يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى إظهار لعظمة الإسلام وإعلان لشعائر الدين ومن يعظم شعائر هذا الدين ويجلها ويقدمها فهذا دليل تقواه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ثم قد تضيق المساجد على الناس في صلاة العيد فأخرجون إلى الخلاء وهنا سؤال مهم أيضا ما حكم صلاة العيدين الفطر والأضحى في مكة شرفها الله الأفضل لأهل مكة أن يصلوا العيدين في المسجد الحرام نقل الإجماع على ذلك الإمام الشافعي والإمام النووي والإمام ابن عبد البر وقالوا قد يصعب الصلاة في الخلاء في مكة لأن مكة منذ البداية جبال وأودية ويشق على الناس أن يخرجوا ثم لخصوصية المسجد الحرام فالصلاة فيه خير من مئة ألف صلاة في مسواه لكن لو تعذر على المسلمين في أي بلد وفي أي مكان أن يقيموا صلاة العيدين في الخلاء فلا حرج عليهم أن يقيموا صلاة العيدين داخل المسجد أن يقيموا صلاة العيدين داخل المسجد هذا جائز بلا كراها إن كان لعذر كما ذكرت قبل ذلك وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم طيب هل لصلاة العيدين أذان هل لصلاة العيدين إقامة والجواب لا لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس عن جابر ابن عبد الله الأنصري رضي الله عنه رضي الله عنه جميعا قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى أحد أو لم يكن يؤذن لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد الأضحى ثم سألته أي سأل ابن جريج عطاء سأله بعد حين عن ذلك قال فأخبرني قال أخبرني جابر ابن عبد الله الأنصري رضي الله عنه ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج الإمام ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة واستدل أيضا بما راه مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة واستدل أيضا بما رواه مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين قال بغير أذان ولا إقامة استدل بما راه بخاري ومسلم عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنه أرسل إلى ابن الزبير أول ما بوع له أي بالخلافة أرسل له أو إليه ابن عباس وقال إنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه هذا ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي وابن رشد وابن عبدالبر وغيرهم من سادتنا وإمتنا رحم الله الجميع لأن بعض الناس في بعض الأماكن في الخلاء قبل أن يقوم الناس للصلاة العديد ينادي ويقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة هذا لم يثوت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع هذا القول لا يشرع قول الصلاة جامعة لجمع الناس للصلاة العديد هذا مذب الأحناف ومذب المالكية ورواية عند الإمام أحمد واختار ابن تيمية واختار ابن قدامة واختار الصنعان وغيرهم رحم الله الجميع استدلوا بمراء البخاري ومسلم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبدالله الأنصاري قال وقد ذكرت الحديث آنفا قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى قال ابن جريج ثم سألت عطاء بعد حين عن ذلك فقال أخبرني جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين أخرج الإمام ولا بعد ما أخرج الإمام ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة لا أذان لا نداء يعني لا أذان لا نداء يعني لا أذان فلا أذان لصلاة العيد لا في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى ولا إقامة ولا شيء يدل على أنه لا يقال أمام صلاة العيدين شيء من الكلام لا قول الصلاة جامعة ولا الأذان ولا الإقامة للصلاة لعدم ورود ذلك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه صلى العيدين أكثر من مرة وصلى الاستسقاء أكثر من مرة ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام فيه نداء كما نقل عنه في الكسوف مع أن صلاة الكسوف كانت أقل ولو كان ذلك ثابتاً معلوماً من فعله عليه الصلاة والسلام لنقل كما قد نقل الصحابة رضي الله عنهم كل ما فعله عليه الصلاة والسلام في روايات كثيرة مشهورة ولسنا في حاجة للقول هنا بالقياس على الكسوف لنظرة صلاة الكسوف وقلتها ولشهرة صلاة العيد وكثرتها وتكرارها إذن لا أذان ولا إقامة ولا نداء بين يدي صلاة العيد وصلاة الفطر فإن يوم العيد يوم معلوم يجتمع الناس له فيغني اجتماعهم وتواجدهم عن الأذان وعن الإقامة وعن النداء ويدخل المسلم الصلاة مباشرة بالتكبير خلف الإمام وهذا يحصل بالمشاهدة طيب من السنة أنه يستحب أن يبكر المسلمون إلى صلاة العيد من السنة التبكير للتكبير ولإظهار ولإظهار ما يخرج إلى المصلة إذا طلعت الشمس فمن السنة أن يتأخر الإمام فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس والصحابة قد حضروا وهذا بلا رب يستلزم أنهم سبقوا وتقدموا وبكروا وهذا من باب المسارعة والمسابقة في الخيرات ثم هو كذلك من باب انتظار الصلاة بعد الصلاة فمن السنة ومن المستحب أن يبكر المسلمون إلى صلاة العيدين وإن تأثر لهم وإن تأثر لهم أن يذهبوا إلى المصلة مشيا على الأقدام فهم استحب يستحب الذهاب إلى المصلة إلى الخلاء إلى صلاة العيد في الخلاء أي في الصحراء يستحب الذهاب إلى صلاة العيد مشيا على الأقدام باتفاق المذاهب الفقية الأربعة وعليه عمل أكثر أهل العلم هذا إن كان المسلم قادرا على ذلك بلا ريب ولا شك استدلوا مورا المخاري ومسلم من حديث أبي هريرة تردي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تمشون وأتوها فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام فأتوها وأنتم تمشون قالوا هذا لفظ عام يدل على استحباب المشي إلى الصلاة إلى صلاة العيد من ضمن هذه الصلوات فهذا أقرب إلى التواضع وإلى الخشوع وإلى إظهار شعيرة هذا الدين وعظمة الإسلام هذا بلا ريب لمن كان قادرا على ذلك فإن تأثر له أيضا أن يذهب إلى المصلة في الخلاء أي في الصحراء والفضاء من طريق وأن يرجع من طريق آخر فهذا مستحب أيضا باتفاق المدائف الفقهية الأربعة بل هناك من نقل الإجماع على ذلك إن تأثر وهذا أيضا من باب إظهار الفرح وإظهار السرور وكثرة الخطى إلى هذه العبادة العظيمة وإلى هذه الصلاة الجليلة الكريمة واستدل بمراه البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أي ذهب إلى المصلة من طريق وعاد من طريق آخر فيه فوائد كثيرة طيب هل لصلاة العيد سنة قبلية أو سنة بعدية والجواب لا ليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا سنة بعدية واستدل بمراه البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين يعني صلاة العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها لم يصلي قبلها ولا بعدها واستدلوا أيضا مما رواه أحمد والترمذي بسند حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وعبد الله بن عمر من أشد الصحابة اتباعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النوي ليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا سنة بعدية هناك إجماع على ذلك طيب متى يصلي الإمام العيد قبل الخطبة أم بعد الخطبة والجواب صلاة العيدين الفطر والأضحى تكون قبل الخطبة يعني يبدأ الإمام ببشرة بالصلاة ثم إذا انتهى من الصلاة خطب في المسلمين سدلوا موراة بخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة في رواية أخرى عن ابن عمر صحيحين أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا رضي الله عنهما وعن أصحاب رسول الله جميعا يصلون العيدين قبل الخطبة وفي رواية في صحيح مسلم عن طاريخ بن شهاب أنه قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أما هذا فقد قضى ما علي يقصد الرجل الذي قام لمروان مذكرا له بأن الصلاة قبل الخطبة ثم قال أبو سعيد في حديثه المعروف الجميل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان جميل فيه رواية الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحاء بعد الصلاة ثم قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك أي ذبح الأضحية قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له يعني لا تصح أضحيته إنما هي طعام يأكله ويطعمه من شاء من أهله وأصحابه وأحبابه لكنه لم يصب النسك والسؤال ما عدد ركعات صلاة العيد وصلاة العيد باتفاق ركعتان في عيد الفطر وفي عيد الأضحى واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أوم أضحى بفطر فصل ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الأضحى قال ابن عباس صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افتره الله نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن قدامة والإمام ابن حز والإمام النووي والإمام الصنعاني وغيرهم من أهل الفطل والعلم ما عدد التكبيرات صلاة العيد ما عدد التكبيرات في صلاة العيد يسن يسن التكبير في صلاة العيدين الفطر والأضحى في الركعة الأولى سبعا الله أكبر الله أكبر سبعا وفي الركعة الثانية خمسا هذا مذهب الملكية ومذهب الحنابلة وهذا اختيار الإمام البخاري والإمام بن تيمية والإمام بن القيم وغيرهم من أهل العلم والفطل واستدلوا على ذلك ما رأى الإمام وأحمد وأبو داود بن ماجة بسند حسن عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة اتناشر تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الركعة الثانية ولن يصل قبلها ولا بعدها يعني لا سنة قبلية ولا سنة بعدية واستدلوا ما رأى الإمام مالك في موطأه والإمام الشافعي في الأم بسند صحيح عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطرة مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة يعني بعد انتهاء من تكبيرة الإحرام يقول الدعاء أقصد دعاء الاستفتاح ثم يشرع في التكبير الله أكبر الله أكبر سبع تكبيرات قبل قراءة الفاتحة والسورة وفي الركعة الثانية يكبر خمسة تكبيرات قبل قراءة الفاتحة والسورة وقال الإمام مالك وهو الأمر عندنا وهو الأمر عندنا طيب بماذا يقرأ الإمام في صلاة العيد يسن أن يقرأ الإمام في صلاة العيد بصورتين الأعلى والغاشية باتفاق المدائب الفقية الأربعة وذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم واستدلوا مراه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بصورة الأعلى والغاشية كان يقرأ في العيدين بصورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى والغاشية هل أتاك حديث الغاشية وكذلك كان يقرأ بهما في الجمعة وربما اجتمع أي العيد مع الجمعة في يوم واحد فيقرأ بهما أيضا عليه الصلاة والسلام في العيد يقرأ في الركعة الأولى بصورة سبح اسم ربك الأعلى ويقرأ في الركعة الثانية بصورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وكذلك في صلاة الجمعة في نفس اليوم الذي اجتمعت فيه الجمعة مع العيد ويسن أيضا وفعل هذا أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بصورة قاف وصورة القمر فإن وجد الإمام أن قراءة الصورتين قد يشق على الناس فليقرأ بالأعلى والغاشية روى الإمام مسلم عن أبي واقد الليثية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت الساعة حديث الصح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت الساعة ويسن الجاهر بالقراءة في صلاة العيدين وهذا باتفاق المذاهب الفقية الأربعة الأحناف والملكية والشافية والحنابلة بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك واستدلوا بحديث النعمان لذكرته آنفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى والأتاك حديث الغشية ولا شك ولا ريب أنه لما جهر بالقراءة علم الصحابة وحفظ الصحابة رضي الله عنهم ما كان يقرأ به عليه الصلاة والسلام والسؤال ما حكم خطبة صلاة العيد والجواب في اللقاء المقبل انقدر الله البقاء واللقاء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته